باني الرحيم يندرج هذا الدرس ضمن الوحدة الخامسة مجال هو الغابة المكون هو التراكي تعلمنا في الحصة السابقة في درس جزم المضارع الصحيح والجملة الشرطية أن الفعل المضارع الصحيح يجزم إذا سبق بأحد أدوات الجزم مثل لم لام الأمر لنهي وقلنا بأنها أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا في درسنا اليوم سنتعرف على الجملة الشرطية والأدوات التي تجزم فعلين مضارعين صحيحين وكما نعلم أن الشرط هو الربط بين حدثين أو فعلين يتوقف ثانهما على الأول فما هي الجملة الشرطية وما هي عناصرها وما هي الأدوات التي تستعمل في الشرط أقرأ الجمل وألاحظ إن تستمع للشرح تفهم ما تبذل من جهد ينفعك من يزرع يحصد متى تجتهد تبلغ هدفك إذن لاحظوا معي أعزائي التلميذ الكلمات التي كتبت بالأحمر إن ما من متى فهي تسمى أدوات الشرط لأنه في هذه الجمل هناك فعل الشرط وجواب الشرط يعني إذا شرطت عليك شيئا بمقابل أن أنجز لك شيئا آخر فالشيء الثاني الذي أعيدك به يتوقف على فعلك أنت كقولنا إن تستمع للشرح تفهم فأنا أجعل هنا شيئين اثنين الاستماع والفهم أحدهما مبني على الآخر فلا يمكن أن تفهم إلا إذا استمعت هذا هو أصلب الشرط إذن أعطيك شرطا معينا إن نفذته كان لك الجزء الثاني الذي يتوقف على الفعل الأول الذي هو الاستماع لاحظوا كذلك أن هذه الجملة الشرطية تتكون من جملتين الجملة الأولى فعل الشرط والجملة الثانية جواب الشرط وكلاهما إذا حدفنا أداة الشرط مفيدتان تامتان منفصلتان تستمع للشرح تفهم ودور أداة الشرط إذن هو جعلهما جملة واحدة ترتبط كل منهما بالأخرى بحيث تحقق الجواب مرتبطا بتحقق فعل الشرط بحيث إذا لم تذكر الجملة الثانية يكون المعنى غير تام فإذا قلت مثلا إن تستمع للشرح وسكت قد يكون المعنى غير تام ولن نفهم إذن فدور هذه الأداة إن أداة شرطية هو أن تجعل هاتين الجملتين في مقام جملة واحدة ترتبط كل منهما بالأخرى وما ينطبق بطبيعة الحال على هذه الجملة ينطبق على سائر هذه الجمل فإذا نعود للجمل إن تستمع للشرح تفهم أداة الشرط هي إن فعل الشرط هو تستمع جواب الشرط هو تفهم جملة الموالية ما تبذل من جهد ينفعك أداة الشرط هي من فعل الشرط هو يزرع جواب الشرط هو يحسد جملة الأخيرة متى تجتهد تبلغ هدفك أداة الشرط هي متى فعل الشرط هو تجتهد جواب الشرط هو تبلغ لاحظوا معي هذه الأفعال وهي كلها أفعال مدارعة صحيحة إذا ما هي حركتها الإعرابية؟ إذا لاحظوا بأن كلها تنتهي بالسكون إذا ما الذي جزم هذه الأفعال؟ إذا الجازم هنا هي أدوات الشرط إن ما من متى علامة الجزم بطبيعة الحال هي السكون لأنها أفعال مدارعة صحيحة إذا من خلالي كل ما سبق ما هو الاستنتاج الذي تستنتجون الاستنتاج سيكون قد تالي أسلوب الشرط يدل على تلازم جملتين وارتباطهما بواسطة أداة تسمى أداة الشرط وهي تجزم فعلين مدارعين صحيحين من أدوات الشرط إن وإذما وهما حرفان من ما مهما متى أيان أين حيثما كيف وأي وكلها أسماء إذن بعد أن أخذنا مجموعة من المعلومات عن هذا الدرس نحاول تتبيث كل ما تعلمناه في تطبيق بسيط أضبط بالشكل التام ما تحته خط مهلة للتفكير إذن بعد أن أنجزنا التمرين نصحيحها إن تفعل خيرا يحببك الله إذن تفعل مجزوم بإن لأنه أداة جسم لأنها أداة جسم يحببك مجزوم كذلك بإن وعلامة جسم سكون من يذهب إلى الغابة يتمتع بجمالها متى تحترم تحترم أينما تصبر على البلاء ينفعك وبهذا نكون قد أنهينا درسنا والله ولي التوفيق أعزائي التلاميذ هذه بعض الإضافات أضفناها إلى درس جزم الفعل المدارع الصحيح والجملة الشرطية الجزء الثاني بالنسبة للإضافات هي كالتالي معاني وإعراب أدوات الشرط التي تجزم فعلين مدارعين كما تلاحظون هذا جدول يتضمن أدوات الشرط والخانة الثانية إعرابها ومعانيها بالنسبة للأدات الأولى إن حرف جزم وشرط للربط أي تربط جملة بجملة إنه كما تعلمون بأن أسلوب الشرط يتضمن جملتين تتعلق إحداهما بالأخرى إذما حرف جزم وشرط للربط حيثما اسم جزم وشرط للمكان أنا اسم جزم وشرط للمكان أيانا اسم جزم وشرط للزمان كيفما اسم جزم وشرط للحال أين اسم جزم وشرط للمكان من اسم جزم وشرط للعاقل ما اسم جزم وشرط لغير العاقل متى اسم جزم وشرط للزمان مهما اسم جزم وشرط لغير العاقل إلى هنا أحبائي نكون قد أنهينا درسنا الجزء الأول والجزء الثاني والله ولي التوفيق